ابنائي وبناتي طلبة طالبات مصر واحنا اتفقنا بقى مش هنحبق بصف ولو ان احنا معانا دلوقت صف السادس الاجتدائي ودايما اه قطار السادس الاجتدائي بحس ان احنا نصغركم اول ان انا حاسس بالمستقبل في عينيكم وانتم من بكرة ان شاء الله بكرة اللي هو قريب اوي هتبقوا طلبة زي ما انا قلتها قبل كده هندسة وطب واعلام ان شاء الله انا عايز اقولهم ان خلاص الدنيا قربت يعني احنا كل مرة بنقول مثلا ان فضل حاجة بسيطة لا احنا خلاص الدنيا قربت قوي جدا جدا اه طالما انت دخلت في شهر احداشر خلاص الدنيا بنقول بالزبط كده ان احنا فضل ايام على الامتحانات ولما بنخش في شهر اتناشر يبقى باقي ساعات على الامتحاد لان الوقت بيجري بسرعة انت فاكر انت من ثلاث دهائي يعني احنا لسه اول حلقة يعني اعتبر اول حلقة ده كانت مبارح يعني او امس خلينا نشوف كده الطماع والدجاجة ومن النصوص اللي كل سنة بقالي اكتر من تلاتة واربعين سنة اقولها كل سنة اقول النص ده هيجي لان الكل بيعتبروا ان هو حاجة كده يعني خيال وطرفة وفكاهة ولكن هو فيه مضمون جميل جدا وبيؤدي حاجات اولادنا كمان لما بيتعلموا فيه حاجات بيتعلموا حاجات حلوة عشان كده فعلا اه الدروس المستفادة كتير اه وفي درس الطماع والدجاجة لانه بيتكلم على صفة من يعني من الصفات الصعبة جدا اللي لو بقت موجودة في اي بني ادم اه لا بيفسد حياة وبيفسد حياة الاخرين اللي هي صفة الطمعة ده حقيقة وعلى فكرة كمان يعني هو اسم الطمعة هو الاسم الاشمل في الجزئية دي فعلا لان الانسان كان بيتمتع بشيء من كان زمان بيسموه بخيل بس هو مش بخيل بس يمكن ان البخيل ده بيصرفش ما بيعملش مع نفسه لكن ده طمعة قوي عاوز الدنيا كلها تبقى بين درعاته ولكن الشاعر بقى محمد عثمان جلال اه يعني خلينا نقول انه نبزة مختصر عن الشاعر اولد بانسويف تعلم في مدرسة الالسن بالقاهرة اشتغل بالترجمة وكتب نص الطمعة والدجاجة ويكفي هذا النص على فكرة حتى وإن كان لم يكتب غيره لكن احنا ما نعرفش اللي هو اللي كتب ده بس بس فعلا النص جميل ومؤدي لولادنا كده بيعلمهم حاجة زمانت قلت كده قيمة جميلة او في الوقت اللي احنا فيه ده تعال اما شوف بقى كده وسحاتم وزي ما بيقول كده بيت بيت ونقول مظاهر الجمال اللي فيه بصورة عاية كان البخيل عنده دجاجة تفيه طول الظهر شر الحاج طبعا هنا شبه الدجاجة بشخص يمد يد العون لصاحبه اللي هو ايه البخيل احنا بس هنقول حاجة بسيطة كده ليه ليه بنقول عليه طماع مش بخيل يعني بقول ان ليه الدرس تغير عنوانه من الطماع من البخيل الى الطماع لان الطماع ممكن ما يكونش ايه يعني مش حريص على الحاجة يعني مش حريص انه يخسرها يعني يا صفة البخل عنده اه البخل عنده حرص جديد يعني يخاف قوي من اللي في ايده لا يضيع لكن الطماع هو هنا طمعه بقى لما خد البخل وبعد كده تعدى لحدود البخل ووصل لحدود الطمع ضيع كل حاجة ما هو الطمع ده اه ما احنا قلنا حتى فيه طماع كده يقولك ينظر الى ما في يدي غيره كمان يعني انت خلاص يعني رزقت بشيء ولا يجبع مالك ومال ده بس ما فيش شر الحاجة ده لا يجبع لان الرجل ده كان ربنا سبحانه تعالى كرمه ببضى من دهب كل يوم ومع ذلك ان هو البيضة الدهب دي ما كافتوش برغم ناكب فيه شر الحاج يعني بتمدله ايد العون وبتساعده كل حاجة من غير ما يشتغل وغير ما يتحرك يبقى التصوير هنا ان الدجاجة شخص بيعطي هذا الطمع اللي هو بقى ايا كانت هزيه الحسنة او هزيه العطية اللي هي كانت البيضة او غيرها قبل ما نقل من هنا ساس حاتم احنا تعاودنا لما بنلمح حاجة كده قدامنا تشير لولادنا بشيء اقول لهم لأ تعالوا هنا نقف شوية احنا هنا نحو لان انا بقول كان البخيل وما دام كان يبقى احنا بنتكلم لولادنا لصف الثالث ابتدائي طيب كان البخيل عنده دجاج طبعا احنا المنيجي نعرف بس ونتكلم في دي احنا قلنا قبل كده عشان نعرف نطلع اسم كان بنقول ايه مين اللي كان يعني مين اللي كان مين اللي كان البخيل هيطلع لي اسمها يبقى البخيل ايه يبقى اسم كان اه مالو السعيد مرفوع اسم كان ايه مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب كان ايه دجاجة هي بقى دي ولا كان عنده الله يعني انا دلوقت هنعود ولاد ما يصحولها قوي ان انا اللي انا هقوله دلوقت عشان احدد الخبر اللي هيقفل الجملة اللي هيقول دي خبر كانة الكلمة اللي هتيجي دلوقتي هي البخيل ولا عنده ما هو احنا هنعمل ايه بقى كان ايه يعني ده بنقول ايه زي ما كنا بنطلع الفعل والمفعول لما شرحنا الحلقة دي قلنا مين اللي معا كان هيديني اسمها وكان زي ايه او مين هيديني ايه خبرها مين اللي كان البخيل كان ايه عنده عنده بس دجاجة ولا عنده دجاجة على بعضها طب ما يعني لو انا قلت لو انا قلت خليني بقى اقول بفهم الصغير كده انا قلت دجاجة الوحدة ما تنفعش تمام حلو كده لكن عنده ما كملتش الجملة ما ما قلتش عنده اه هو عنده حاجة بس عنده ايه لسه عنده دجاجة انا عندي هنا ايه ده كله على بعض ده الخبر دجاجة على بعض الاتنين اه ولادنا يغلط يقولك ده خبر شبه جملة يقولك ده خبر شبه ايه جملة اقوله غلط ده مش خبر شبه جملة لان احنا ادينا من صور الخبر الجملة الاسمية يا اما اسم متصل به ضمير يعود على المبتدأ او يعود على اسم كانة او حرف جر او ظرف يعود على اسم كانة او المبتدأ لان احنا بنقول ايه بقى اسم كانة هو هو المبتدأ يعني اسم كانة هو هو الايه هو هو المبتدأ فعند دي زرف متصل به ضمير يعود على مين? على البخير. يبقى ده خبر جملة اسمية. طبعا لو كان تابعه اخوانا بتاع قول عددي يعرفوا ان هنا جملة اسمية معكوسة. يعني ايه خبر جملة اسمية معكوسة? يعني خبر جملة اسمية. الخبر جاي قبل المبتدأ بتاعها. طيب خليني بقى بعد الدجاجة وتكفي طول الدهري شرح الحاجة. انا عاد بس سؤال لكلمة الدهر. مم. الدهري دي المقصود بيها العمر كله? ولا المقصود بيها سنة? ولا المقصود اصري? الكلمة حتى لما سابها على المطلق الشاعر. بكل واحد يشرحها باحساسه. انا الظهر ده ممكن تكون الدجاجة دي ببيضة دهب حقيقية تكفي عمره كاملا شر الحاجة. وممكن نقول تكفيه عام من الاعوام شر الحاجة. هنا اعتقد انها طول المدة هي المقصودة. طول المدة اللي كانت موجودة الدجاجة فيها معاه. ايوة. اه. في حجر ايه? في حجر هذا الرجل اللي هو في الحج بتاع البيت او في مدخل البيت بتاعه. عشان كده بيقول البيت اللي بعده ايه? في كل يوم ايوة مرة تعطيه العجب. وهي طبيضه بيضة من ذهب. في كل يوم مر تعطيه العجب وهي طبيضه بيضة من ذهب. اه. انا عندي هنا استسعيد لحظ حاجة شبه العجب بشيء مادي يعطى. العجب ما يطلق على اسم العجب. لفظ العجب هو ايه? طيب شيء معناوي. الشيء معناوي. الشيء لا يرى ولا يلمس. اه. تمام كده. يعني هو شيء معناوي يشعر به بالايه? اه. اه. بالعقل. مرسمتها لما تتعجب من شيء. انا لما انا دلوقتي مسلا شفت ايا كان حتى مبنى جميل فتعجبت من هذا المبنى الجميل. انا ممسفتش العجب دي وقلت انا تعجبت ازاي? ده يجحة لمن الدهشة. اه. الدهشة دي لا 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 تومسك يبقى هو شبه العجب بشيء مادي. ايه. ايه. في كل يوم نوك خلي بالكم انا عايزك بس تتعود على حاجة. لما لاقي كلمة كل تفيد الامو والشمول. كلمة كل تفيد الامو والشمول. يعني كل يوم. كل يوم. اتكراروا الامو والشمول اللي هي اه. اه. مفيش انقطاع في في العطاء. تمان. يبقى العجب فعلا شيء بيعطى ايا كان. الكلمة نفسها كانت ايه? هي المنحة بقى اللي بتدي ايه? هزي. وطبعا كلمة العجب زي ما حدرك بتقول بتعطي كلمة قيمة العجب او المنحة. انها شيء اللي هي صدقه عقلي زي ما بيقول. طب. فوق مستوى التخيم. عاوزك تبس البدى والسعيد في كل يوم. مر. مر. تعطيه العجب. العجب. لاحز البدى والسعيد كله توكيد. احنا قلنا قبل كده لما لاقي الجر والمجرور احنا هنسميها جملة كلاسيكية. يعني جملة كلاسيكية المبتدأ جاي بعدين الخبر. الفعل بعدين الفعل بعدين مفعول به. اه ترتيب دي بنوني عليها جملة. اه جملة طبيعية. لكن عندي لما الجر والمجرور اصلا الطبيعي في في تكوين الجملة الجملة العربية ان الجر والمجرور يتواجد في اخر الجملة. يعني اي جر والمجرور مش انه غلط انه يتواجد في الاول. لا. الطبيعي بتاعه في تكوين لما بيركبوا الجملة بتاعت اللغة العربية ان الجر والمجرور يبقى فين يبقى في اخر الجملة. قالوا ايه بقى لو الجر والمجرور اتحرك مما كانه في اخر الجملة يديني توكيد. اه يعني يعني هو هو المنطقي. المنطقي اه. اه. لكن لو هو المنطقي بتاعه ده ان هو يتواجد فين? يتواجد في اخر الجملة. طبعا. لكن لو تحرك يدي جمال. لو دخل. اه. لو دخل جوا الجملة. اه. ما بقول حقيقة لو اتحرك من اخر الجملة. اه. ودخل في النص دخل ما بين المبتدأ والخبر جي قبل المبتدأ. جي ما بين الفعل والفعل العكسيات دي كلها. اه. ماشي هنا يديني اسلوب التوكيد. يبقى انا عندي في كل هنا اداني ايه? توكيد بتقديم الايه? اللي هو الجار والمجرور. اه. توكيد بتقديم الجار والمجرور. في كل يوم ان تقطيه العجب. يبقى انا عندي هنا قلنا ايه? شبه العجب بشيء مادي اعطى. تمام. طبعا خلينا بعد البيضة من زهب نشوف بقى ايه اللي عمله هذا الطمار. فقبض الدجاجة. وكان كلنا كلام كبير اوي في المسكين يا صاحب. وكان في يمينه سكين. الاول ولم يجد كنزا ولا لقية. بل هي هي عظمة. في حجره ايه مرمية. في حجره مرمية. فقبض الفاء تدل على سرعة التنفيذ. ما هو سرعة التنفيذ بايه? لشدة الطمار. اه. ما هو دايما الانسان الطمار عجول اوي ان يملك بقى. يعني انا عاوز املك بقى. ففعلا اسرع بالايه? بانه يقبض على الدجاجة. يعني لو احنا قلنا وقبض الدجاجة المسكين يبقى هنا في ايه? مشكلة. ليه بقى? لان هو قاعد فكر وتوصل الى الايه? الى القرار. لكن فقبضت دجاجة المسكينه. هنا بيدل على سرعة ايه? سرعة تنفيذ الفكرة اللي طلعت على دماغه. يعني الفرقة الفكرة طلعت على دماغه. ان هو ايه? ما يفتح الدجاجة. ويشوف ايه اللي في بطنها يمكن يلاقي جوه كنزة. يا كل يوم بتجيب له بيضة من ده. هياخد شريط كله اه. فقبضت دجاجة المسكينه. هو هنا ليه? وصوره بالمسكين. انا بس والسؤال. مش صوره هو. لان البعض البعض بيقول كلمة المسكين تطلق على الدجاجة. خلينا نقولها بقى. يعني هل دي قبضت دجاجة? لان هو مين اللي اندبح او مين اللي هيدبح? الدجاجة. اه. يبا هي المسكينة. هي الغلبانة زي ما بيقولوا يعني. طب هنا مسكين تعود على الدجاجة ولا تعود على الرجل? بص الساعة. حتى لو احنا بصينا في الجملة? فقبضت دجاجة المسكينة. زي شرب اللبنة الطفل. هل اللبن هو اللي شرب الطفل? لا طبعا. هل الدجاجة يعني قبضت دجاجة المسكينة? يعني ايه قبضت الدجاجة? حتى الجملة ما لهاش معنى. يعني حتى الجملة ما لهاش معنى. ماشي? فالدجاجة مؤنس اصلا. ما تنفعش اه. اه. ماشي? فطبعا انا هنا لما اجي بص المسكينة هنا ايه? هنا حصل ايه? ان جاب المفعول به قبل الايه? قبل الفعل. يعني جاب المفعول به قبل الفعل. طب ليه واصل فوق المسكين? اه بسبب ايه? غباءه. غباءه. لانه هيفقف فعل المصدر سرواته. اه. انا عاوز ان انا ايه ادي له حاجة ارقى شوية من كلمة غباءة. لا 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 لا. يعني نقول سوء التفكير. عشان خطر. اه ابننا لو قال غبي على فكرة. صفة الطمع اه اه ده الصفة منهي عنها. منهي عنها احنا كمان وجميع الاديان. كبخل البخل والشح والطمع. ده كله صفات منهي عنها. انت لما يكون انت ترزق ترزق برزق ربنا كاتبه لك. مو ده كاتبه ربنا. سواء بقى كان شيء خيالي زي هنا او رزق حقيقي موجود. هل انا اسعى ان انا ممكن اغامر اضيع هذا الرزقه كله. في سبيل ان انا ممكن اخد كل حاجة. لا طبع. ما ينفعش. اهو ده الطمع. اهو ده الطمع اللي احد نتكلم عنه. ناخد ناخد حتة تانية. لولادنا بقى. احنا قلنا قبل كده ان الجملة الطبيعية ان الجر المجروح يبقى فين? في الاخر صحيح كده? دي بنوعها الجملة المنطقية. والجملة الفعلية المنطقية ان الفعل فاعل ايه? هو اللي ايه? لما يتبدل المكان برضك يديني ايه? جمالياب برضو ازا ما احنا قلنا. يعني. الجمال هو التوكيد او التأكيد على الحاجة العبارة اللي موجود. يبقى انا عندي اتنين توكيد النهاردة تعلمتهم تقديم الجر والمجرور في اي مكان في الجملة. على مبتدأ على خبر على فاعل على اي حاجة. تاني حاجة تبديل الفعل والفاعل موقعهم. اه. الفاعل والمفعول به الموقع بتاعه. هنا الفاعل المفعول به اللي هو الدجاجة. جي قبل الايه? جي قبل الفاعل يبقى ده اسلو التوكيد. طيب خلينا نقول وكان في يمينه سكين. اه يعني الراجل يدل على شدة الاستعداد. اخد بالك ان كلمة اليمين دي دايما حتى لم نيجي اه يعني انا لما اتكلم على انسان اه شغلك الشاغل يقولك ايه ده فلان ده دراعه اليمين. فدايما كلمة اليمين تدل على الشدة وتدل على الاتقان. الاتقان يعني هو عاوز ايه يتبحها بايه بقى بكل اتقان وكل محدش تفلت منه. باليمين. اللي هو الايه? الايد اللي شغالة زي ما قوله في كل حاجة. فقبض او كان في يمينه السكين. خلاص بقى يستعد للزبح او نحر هذي ايه الدجاجة. احنا قلنا خلاص استعد. واليمين قلنا التفسير اليمين عشان هي دي اليدة التي اه تقبض واليدة التي تذبح واليدة التي تفعل كل شيء. ولكن نحويا بقى كان في يمينه سكين. جملة انا شخصيا كده بقى ان انا تهتف معالمها. يعني مين اللي كان وفين بقى الاسم وفين الخبر وهي كان دي اللي شغالة معايا اسم وخبر وكل حاجة. ايه? ايه اللي كان? كان الرجل. لا. اما اللي ايه? ايه اللي كان السكين? يقبأ الله عليك. يبقى هنا ايه? يبقى كان. اصل الجملة ايه? كان. السكين? في يمينه. ايه? دي اصل الجملة على فكر. ام. فهنا طبعا عشان خاطر التوكيد برضك. اللي هو تقديم الجر والمجرور على اسم كانة. عشان يأكد المعنى بتاعه. وان سوق ادراك الراجل وسوق تفكير الراجل عمال لي ايه? قدم لي الخبر على الايه? على اسم كان. طيب سؤال بقى صحة يعني برا النحو. بردك اسم ايه? نعم. انت دايما تقول لي بردك بردك اسم ايه ده? اه. اسم يقول بمعنى ايه? اه يعني احنا ممكن نقول اسم زمان. احنا قلنا بقى التعبير طبعا ولم يجد كنزا ولا لقية الكارسة بقى. اه ما لازم. طب ما لعندي حاجة هنا بقى يعني. قبل بردك? اه طبعا قبل بردك. يعني في عندي بردك وبردو جو برد. الكلام ده كله بينهم ايه? يعني بردك. اه. وبردو والبرد. كلها كلمات قريبة من ايه? اه جناس شغال كده. اه اه. ده بنقول عليه احنا الستة تبتدأي تجانس لفظي. طب فين التجانس اللفظي اللي عدي هنا بقى. قول يا باشي. المسكين والسكين. اه اه اه. شفت بقى. شفت بردك عاملة ايه? اه. يبقى فعلا مسكين سكين حتى وانت. اه بينهم تجانس لفظي الاتنين يعني بينهم تجانس لفظي اه اه يعطي جرسة الموسيقية. كمان. طابعنا بس النقطة بتاعتها كان في يمينه سكين. واحد يقول لك ايه ايه? طب بنا لو حطيت قلت كان الرجل في يمينه سكين. آم. يعني كان الرجل في يمينه ايه? سكين. هو هنا كان هنا منصب على مين? على السكين. آم. كان السكين خلاص. غلص. كان السكين وفي يمينه. وكان في يمينه سكين. بس كده. في يجد كنزا ولا لقية. لقية. طب عندنا سؤال مهم جاي لنا خطير يعني. عبدالله. هلو. 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 لا عبدالله بقى يعني انا اقول لك عبدالله الاول بعدين اقول لك يا عبدالله. عبدالله يعني التلفزيون يتقفل صوته وتسمعنا من التلفون. سمعني? اقفل التلفزيون. الصوت التلفزيون واسمع منتلفون واسأل سؤال. وقابد. سمعت. لقد سمعت وانا سمعت. قل يا عبدالله. ايه سؤالك? وقابض دجاجة المسكينة. ومش الفاعل هنا ضمير مستطر. قد يمتقدره هو. اه هو بكلمة على الجملة اللي حضرات بتقولها. اه. فقابض الدجاجة المسكين. فهو سألنا باك تخليك معاني عبدالله ماشي وتفاسحتي معيبة معك انا هسألك السؤال اللي بيقوله عبدالله كده هو معانا هو نفس النظرية اللي انت بتقولها دلوقتي فهو بيقوله فقبضة اللي قبض هو مين المسكين هو الرجل ايوة الدجاجة فهو بقى بيقولك هنا فقبضة هنا هو الفاعل هنا ضمير مستتر لأ هنا في الفاعل جاي قبل المفعول بها عبدالله يعني حتى بص في كتاب المدرسة هتلاقي المسكين مرفوعة مش منصوبة هاي صح كده افتح كتاب المدرسة هتلاقي كلمة المسكين مرفوعة صح كده هاي تت معايا ولا فين يا عبدالله هتلاقي كده بالزبط زي ما انت هتشوفها قدامك فقبضة الدجاجة الدجاجة المسكينو صح كده المسكينو انا انا شافة في الكتاب كده لكن عايز اتأكد كنت لا 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 هي المسكينو زي ما انت بتقول هنا الفاعل جي قبل الايه اه المفعول بيجي قبل الفاعل معاي عبدالله بس الاول عشان انا حاسس ان انت فاهم هو استغرب استغرب من ضم كلمة المسكينو اه فهي مضمومة ليه اه لا اشان فاهم اه التأكيد عنده اه التأكيد عنده ده زي ما زي ما انت شوفت كده شاس حتم يؤكد لك انها هنا الفاعل بس حصل تأخير للفاعل اتزق شوية من المفعول فرجع في الاخر بس خد نفس العلامة اللي هي الايه الضم يعني هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضم ايه انا عبدالله تجادلت مع ام فيها تجادلت طيب بعد الجدال وصلت انت الايه ايه مقتنع بكلام ما احنا ولا كلام ماما اه طلع كلام ماما صح كلام ماما صح احنا كمان صح كده عبدالله شكرا يا عبدالله داوم على فكرة استعنا بس عشان ما تمشيش عدي ابني لغتك اوي انت بتتكلم انا عجباني شخصيا يعني يعني فحييلي بقى زكارة المسئولة عندها يا ماما فحييلي ماما وبابا وقول بقى داوم معان على الانتصال ان شاء الله يا عبدالله شكرا يا عبدالله شكرا جميل اوي ان يتكلم حتى هو يتكلم بلغة واخد بالك من هو ايه لقد تناقشت مع امي على كلام حلو كلام حلو وربنا يكرم اولادنا جميعا خلينا نقول لم يجد كنزا ولا لقية انا عود بس تفريقة ياريتني كنت خليت عبدالله كنت اسأله فيها الفرق بين الكنز واللقية كلمة كنز وكلمة لقية يعني ايه كنز يعني لقية؟ الكنز هو الشيء المدفون تحت الارض اما اللقية هو الشيء الذي يوجد فجأة عن صدفة اه يعني انت في حاجة وانت ماشي دلوقتي لقيتها زي ما بقولها كده لقيتها اه 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 انما الكنز شيء بقى زي حتى كنوز الاصار مثلا بتاعت الفراعينة والكلام ده كنوز بتجيبها من تحت الارض تبحث عنها هو ده الفرق طيب هو بقى لم يجد لكنز ولا لقية وهنا تأكيد بالعبارة يعني لدي ولا دي لحدة بالصدفة ولا حاجة اصد اه اه توقيت بالنفي هنا تمام بل طبعا كلمة العظمة بقى اه في حجرية مرمية وهنا استخدم نفذ عظمة ليدل على ايه؟ على حقارة الشيء اللي لقاه يعني حقارة النتيجة النتيجة كانت سيئة جدا هو ملايش على همش مستفيد بالفرق اصلا لانه شقها نصفين حتى ما ينفعش يباحها وياكل يعني هو ضيع كل حاجة ضيع كل حاجة طبعا ضيع الفرق ازا تنفسها وضيع الكنز اللي بيجيله كل يوم من هذي الدجاج نعم يعني هو ده فعلا الطمع اه الدليل بقى الواضح اللي هيجي بقى اه خلينا نقولها بقى كده شفت النهاية فقالا وده قالا يقين منه هو شخصيا هو استنتك في الاخر وعارف في الاخر ان هو ايه ان هو كان على خطأ يعني بس ده في ميزة في الطمع بتاعنا ده ان الطمع قدرك خطأه يعني الطمع قدرك خطأه بعد ايه يعني بعد فوقت الاوان لكن فيه ناس على فكرة الصعيد ده فيه ناس فيه مشكلة يعني فيه ناس مسلا بتوقف الغلط وتستمر ده بقى يعني استمر ده حتى حتى غير ما نقولها لولادنا في المذاكرة ييجي في اخر مسلا وقت كده ويلاقي نفسه بقى في المتحان اه لو كنت ذاكرت ده المتحان جاي كواس اوي ده كان اقدر اهو اهو الندم ما ينفعش عشان كده بل حتى الطمع ده الطمع ما كانش ندم وله له بالوقت اي مرضود لانه خلاص خسر كل حاجة فلا شك بقى ان الطمع انا عاوز كلمة ضيع الاول الطمع بيضيع زي ما انت بتقول كده الوقت الشيء المعنوي ده طمع برضو زي الاحساس بالعجب ده حاجة معنوية لكن الشيء المعنوي ده هو اللي يضيع يعني هو انسان تجسد او جساد الشاعة في صورة انسان بياخذ ويسلب من هذا الرجل او هذا الفلاح اذا كان هو فلاح اصلا يسلب بينه ايه هذا الكنزة او هذا ايه الرزق الذي كان ياخذه تمام يبقى يعني شبه الطمع بانه انسان ضيع عليه ايه ما قد جمعه من المال ومن الكنز ومن البيض الذهب ده تمام كده عاوز تقول اي حاجة نحو هنا يعني مش مش شايفها اه يعني لو حدك ما عايز تسألنا موجود لا خلاص انا اقول بقى اللي بعده اه خلينا اقول بقى لما نيجي لأسئلة يعني سؤال يعني احنا ممكن بس في نقطة السعيدة ان قد لما بتيجي مع الفعل الماضي بتأدي للتوكيد برضو قد اه ودي حكمة يعني هو انتهت القصيدة او انتهى النص بحكمة ان الطمع يقل المجمع احنا دايما نقول طمع يقل المجمع اه الطمع يقل المجمع وعلى فكرة يعني كلمة حتى لا شك لا شك دايما يعني يقين يعني ما فيش شك في ده ان فعلا الطمع بيقل ما جمع للايه للناس اللي هو الطمع على كلها طبعا لماذا كانت الدجاجة هنا بقى السؤال تكفي البخيلة شر الحاجة لانها كانت تعطيه كل يوم بيضة من زهب يستخدمها في قضاء حوائج اليومية تمام يعني هو فعلا كده تتغنيه من الفقر يعني طيب ما الذي ظنه البخيل ظن ان الدجاجة بداخلها كنز او لقية هو ده الاساس وان معنى لقية ومعنى كنز وظنينا الحاجة اللي مهبودة بعد هذا الظن وبعد هذا البخل وبعد هذا كل حاجة والستاذ حاتم حلقة الصف السادس الابتداء انتهت اقول لك شكرا استاذ حاتم واقول لولادنا كده صف السادس الابتدائي كمل في كل حلقاتنا على فكرة هتستفيد ان شاء الله كتير بس السادس الابتدائي دلوقتي بقول لكم نستوضعكم الله